السلام عليكم أخواتي مرحبا بكم في وصفة جديدة تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير قبل ما نبدأ الفيديو دائما إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك باش تشجعوني على الاستمرار وإلا ما زال ما شاركتوش في القناة شاركو مرحبا بكم لكن فعل الجرس لتي يظهر قرب زر الشراك باش توصلوا بكل جديد اليوم غادي نقدم لكم بلاتوم شكل من عجينة وحدة وبدون بيض حلوة اقتصادية والديدة جدا ونخليكم على بركة الله مع المقادر والطريقة كنحتاجو الـ 250 جرام ديال الزبدة ديال المارغارين ممكن نستعملو الطرية أو نمزجو بيناتهم الطرية مع المارغارين تيجيوهم زيانين 80 مليلتر ديال الزيت المائدة ما يعادل نصف كأس العنبا ساشي واحد ديال الفانيلا ولا سمعي القفاقات ديال الخميرة ديال الحلوة وواحد ياغورت من فانيلا من فئة 110 جرام وكاس ديال السكر سقيل ممكن نديرو كاس ديال سكر حبيبات أو سانيضة وقبصة ديال الملحة بالنسبة للطريقة قطعت زبدة للطريفات خلي تأخذ درجة ديال حرارة ديال المطبخ باش ما تتعدبناش وحنا تنخلطوها وضفت عليها السكر سقيل اللي هو 100 جرام لأننا تنفندو الحلوة في الشوكولات أو في حوائز خلين حلوة تنكتفي بـ 100 جرام ممكن تضيفو أكتر تحتى 120 جرام حسب الرغبة من اللي خلط شوية تنضيف الزيت وتنخلط حتى تنحصل على شكل كريمة من بعد ما ضفت الفانيلا ورس معلقة ديال الخميرة تنضيف الدقيق على دفوعات وتنخلط غير بالأصابيع ما تندلكوش هاد العجين بحال عجينة ديال الصابلي أو أي حلوة ما تندلكوهاش حتى تنحصلو على عجين متماسك ما مطلوقش بزاف ما مطلوقاش وما قصحاش تكون طرية بحال هكذا إلا درنا سبعنا بنا ترجعش معنا العجينة تطلع إذا ما بقتش محتاجة للدقيق سنقسمها 3 ديال الكويرة لكي نسمي كل الكويرة هاد الكويرة الأولى سنقوم بها 1 حفنة حفينة ديال الكوكاو اللي تحنت بالقشرة دياله وخضر ما حمرتهش كوكاو صغير سنخلطوه فيها نزيان مدخله ما غير ندخله ونقوم بها بلاستيكا بشتبقات ريّة هاد الكويرة الثانية سنسميها بالروح ديال الحامض السيترون إذا ما نتوفرش سنقوم بقشرة ديال الحامض او البرتوقال لحسب الرغبة ديالكم كيف يمكن تضيفوا ساشي ديال الكوكاو وتديروها تكون شكل ديالها مغاير كيف يمكن ما تنسموش العجينة نهائيا وفي الاخير تبدو تشكلوه وتديرو التزيل اللي بغيتو بالنسبة للشكل الثالث تحتفط به ما زينتو ما ما نسمتوش وريتكم هاد المنسمات ممكن تستعملو حتى سوف نضيف الكراميل او نوغا نتاقلو دابا التشكيل ديال الحلوة بالنسبة للشكل اللي درت فيه الكوكاو سنضيف منه بالكويرات ونضيف أبيض بيضة اللي حرقتها شوية بالفرشيطة وفنتها في الكوكاو اللي درت ممت في العجين سبقت منه تحمطه شوية مزيان بالقطورة دياله ونضيف بهذا الشكل كل الكويرة سنضيفها قبل الأصبوع ديالي باش نزينها من بعد بالنسبة للشكل الثاني غادي نضيف كويرات كذلك وغادي نطبعو باي طابع عندكم أخواتي ستعملوه ديروه في الدقيق وطبعو الحلوة باش ما تلسقش في الطابع بحال هاد الشكل وغادي ندخلها الفران لانا طيبتهم فران ديال الغاز مسخل من قبل مسخنته شوية قبل تقريبا خمسة ديال الدقيق النار تكون متوسطة مهيلة شوية ما تخلوه مشي تحمرو تيشدو فرسهم تتنزلو متتحمرو شوية سافي تتخرجوهم بالنسبة للشكل الثالث درتو على شكل هيلاليات تتشكل بسهولة معانا هاد الحلوة لانها رطبة تتبقى مدة طويلة معانا إلا صيبناها تتبقى رطبة تتبقى مزيانة وهشيشة وتنحسو بالقرماشة والديدة وما فيهاش مكونات بزاف وما فيهاش البيض بانتبال هاد الشكل فنتو في الزنجلان ما تستعملش أبيض البيض قدرت مباشرة في الزنجلان ما بغيتوش يشدية الزنجلان بزاف غير بحال هاد الشكل هادو مجرد اقتراحة سوف تبقى مزيانة ما بغيتو مهم هو العجين وبالنسبة للهلالية لم تبقى مزيانة لانها سوف نزينها بالشكلات والكوك من الطابلية السابلي كيف ترونه على هذا الشكل اخذت المشماش عادي اخذت الأكل ماشي قادر حلوة لا يوجد مطفر عندي اخذت معانا نص معلقة كبيرة كليكوز ونسخنه في النار ونقسمه على قسمي القسم الأول سوف نسمعه بروح الفريز والقسم الثاني سوف ندير فيه روح السيترون بحال هاد الشكل الجليكوز سيعوننا باش تبقى شاد تزيين المربا ما يسيح شو بقاشات ضغيات يشد ممكن تديروا سورنك باش تعمروه انا استعملت غير الملعاقة بالنسبة لشكل هاد الشكل هادا اللي غادي نزينو بالسيترون غادي نفندو بالكون فيتير عادي كيف تتشوفو ما ضفط لهوالو وغادي نديرو في الكوك او جاوز لهين دلي رقيق ما تحنتوش غير رقيق وغادي نزينو من الوسط بروح السيترون مع الكونفيتير Deyal مشماش ، تيجي رائعات فيتنسيمات تيجيو زوالين بزااف كيف يمكن؟ يلا ما ما تتتкогоفرش على الگليكوز اتاخدوا جوج معالقة أو ثلاثة ديال الكونفيتير وضيفوو لهم جوج معالقة ديال سانيدة وييغلاو شوية مزيان فوق النار امزينو بيهم الحلوة باش تبقا لكم شادة بالنسبة ل هاد الشكلو МУЗЫКА الهلاليات تنزينهم غير من الجوانب بالشوكولات الشوكولات دوبته ما تضفطيش الزيت لان ده بس خل حال إلا ضفنا الزيت ضغياتها تسيح لينا مع الشوكولات ما تينشفش ضغيات هي بقات يسيح بالنسبة لنفس الشكل خديته وفنته كامل في الشوكولات أو البسهو بالشوكولات والنصف ديالو ندرت ليه جوز الهند أو الكوك شكيلة تبساط ومن نفس العجين هذا هو البلاتو ديالنا تيجي يلديد بسف و تيجي يراقي بها الزيال البسيط تنتمنى هاد شكيلة يعجبوكم و تجربوه إن شاء الله في العيد ديال الأضحى اللي على الأبواب اللي يدخلوا عنا بصحة و سلامة ما تنسوش لايك باش تشجعون الاستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى